أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك تكليفا من رئيس السيسي بالعمل على الإسراع في معدلات التنفيذ بتطوير الطريق الدائري بهدف التيسير على المواطنين المستخدمين لهذا الطريق الحيوي وجاء ذلك خلال اجتماع لمدبولي بحضور عدد من المسؤولين لمتابعة موقف توسعة وتطوير الطريق الدائري وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الإسراع في تنفيذ إزالات المباني المتعارضة مع أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائري مع سرعة صرف التعويضات المقررة